وفي صحيفة العرب أيضاً لكن في تركيا الحظر السياسي يعبد الطريق أمام فوز أردغان بانتخابات 2023 المقبلة قضت محكمة تركية الأربعة بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو وهو منافس ذو شعبية لرئيس رجب طيب أردغان أكثر من عامين فرضت حظراً سياسياً عليه بتهمة إهانة مسؤولين عموميين مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في يونيو 2023 ومنذ الانتخابات البلدية في تركيا عام 2019 يطرح اسم رئيس بلدية إسطنبول كمرشح محتمل بل وقوي للانتخابات الراسية في 2023 وآتي هذا الطرح من باب نجاحه في الفوز بالبلدية الأهم في البلاد والتي تضم زهاء خمس السكان وأكد محاميه كمال بولات أنه سيستأنف الحكم وهما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل وعضف بولات هذا نهج مؤسف حيال الديمقراطية وسيادة القانون وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردغان في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل ونادراً ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات في السجون في تركيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر